متابعة لآخر تطورات الميدانية في حلب ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية وليد هنائي مراسل إخبارية سورية تحية لك وليد نعم أحياء كلها السنة أهلا بك وليد تقدم مستمر الجيش العربي السوري على أكثر من محور داخل أحياء الشرقية لو تضعنا في صورة المستجدات واليوم العمليات العسكرية أين تركزت على أي محاور؟ صحيحة سنة العمليات العسكرية هي تأتي بكل قوة من قبل أبطال الجيش العربي السوري وبالتحديد منطقة أو مدينة هنانو داخل الأحياء الشرقية تقع شمالية الأحياء الشرقية جيش العربي السوري يتوقع داخل هذه المدينة ويسيطر على أجزاء كبيرة منها التقدم هو متواجد ولكن كيفية التقدم كيف أتت هي أتت بعد عمليات عسكرية وخطط استراتيجية من قبل أبطال وبواسل الجيش العربي السوري اتخذت عبر ثلاثة محاور محور من اتجاه جبل بدرو الوصول إلى هذه النقاط جيش العربي السوري قام بعمليات مركزة ومحكمة سيطرة من خلالها على المقبرة الإسلامية وامتدادا إلى جبل بدرو في هذا الاتجاه كان لجيش العربي السوري وضع المجموعات الارهابية المسلحة داخل مدينة هنانو بين فكي كماشة خصيصا بعد الدخول من محور آخر هو محور مساكن البحوث بعد النقطة التي قام بالهجوم من خلالها قوات الجيش العربي السوري قامت بالهجوم من قرية كفر صغير امتدادا إلى الأرض الحمراء والسيطرة على أجزاء كبيرة منها ومن ثم وصولا إلى مشارف الوصول إلى مساكن البحوث أيضا المحور الثالثة جيش عمل من خلاله باتجاه مساكن هنانو أو باتجاه الأحياء الشرقية أن صاح التعبير أتى من خلال دوار بعيدين ومنطقة بعيدين العمليات التي تجري هناك تضغط من خلاله قواتنا المسلحة على الارهابيين بعد كسر تحصيناتهم داخل مدينة هنانو الجيش باتا داخل هذه المدينة ومستمرا في عمليات التوغل والتقدم والضربات المركزة تأتي باتجاه معاقل الارهابيين على طول الأحياء الشرقية من مدينة حلب وهنا نتحدث بأن جيش قطع مسافات طويلة حتى وصل إلى مشارف مساكن هنانو أي منها السيطرة على الأجزاء من الأرض الحمرى وامتدادا إلى المقبرة الإسلامية ووصولا إلى عدد من الكتل داخل جبل بدرو هذه المنطقة المحازية تماما لمنطقة الحدرية وامتدادا أيضا إلى مساكن هنانو إذن الجيش يعمل داخل مدينة هنانو بكل قوة وماء يسيطر على كامل هذه المدينة يكون لجيش كلمة أخرى بالسيطرة النارية على كامل الأحياء الشرقية وهنا نتحدث بأن انهيارات تقع بين صفوف المسلحين وهذا ما تتحدث به قنواتهم عن انهيارات كبيرة في صفوف فيما بعضهم خصيصا بعد كما ذكرت لك سناء كسر الخطوط الدفاعية لهم في هذه المدينة وليد لو سمحت لي بالتحديد بالحديث عن تقدم الحاصل داخل مساكن هنانو لو نركز على أهمية هذه المنطقة بالتحديد وما الذي ستحققه في العمليات اللاحقة صحيح مدينة هنانو هي تسمى مدينة لكبر مساحتها وارتفاعها الاستراتيجي تمتاز بهمية استراتيجية كونها مشرفة على أكثر من ستة أو سبعة مناطق داخل الأحياء الشرقية منها منطقة الهلوك الفقاني ومنطقة الهلوك امتدادا إلى منطقة الصاخور وطول الطريقة منتد باتجاه طريق المطار باتجاه دوار الصاخور هناك عدد كبير من المناطق هي تقع تحت السيطرة النارية من قبل هذه المنطقة وأيضا نتحدث بأن جيش العربية السورية عندما فتح مدينة هنانو كنقطة فداية للدخول على الأحياء الشرقية كان له الدور بانهيارات صفوف على الارهابيين واتباعا تسقط باقي المناطق الأخرى كون هذه المنطقة تمتاز كما ذكرت لك سنا به أهمية استراتيجية كبيرة ومرتفعة عن باقي المناطق الأخرى بمحازات هذه العملية تحصل عمليات أخرى لقوات الجيش العربي السوري باتجاه الأحياء الشرقية من مدينة حلب ولكن من الجهة الجنوبية من المدينة باتجاهها الشيخ لطفي وانتدادا إلى كرم الطراب وكرم الميسر هذه النقاط والمحاور الممتدة كلها باتجاهها جنوب من حلب المدينة وأيضا الضربات المركزة تأتي بكل قوة من قبل طالة جيش العربي السوري باتجاه معاقل الأرهابيين ومقتل فيما صفوفهم نحن نتحدث عن الأحياء الشرقية وكما ذكرنا عبر الرسالة السابقة بأن هناك يحصل تواجد للمدنيين داخل الأحياء الشرقية ولكن مدينة هرانو لن يكون لأي تواجد للمدنيين داخل هذه المدينة أي بأن جيش العربي السوري عند دخولها هذه المدينة لن يكون هناك أي من المدنيين ولكن على خلفية الحصار الذي أطبق على المدنيين داخل الأحياء الشرقية من قبل الأرهابيين كان هناك عدد من المدنيين قد وصلوا إلى المعابر وصلوا إلى نقاط جيش العربي السوري وتم تأمينهم وإيصالهم إلى الأحياء الآمنة الأحياء الغربية من مدينة حلب أيضا الجيش العربي السوري يعمل كما تحدثت لك من دوار بعيدين باتجاه باقي الأحياء الشرقية وهنا كما ذكرت بأن الأحياء الشرقية بما أن يسيطر جيش العربي السوري على مدينة هنا تسقط باقي الأحياء اتباعا خصيصا أيضا مع العمليات التي تحصل من الجنوب باتجاه أيضا منطقة الشيخ السعيد هذه منطقة هي استراتيجية أيضا الجيش عمل عليها في وقت سابق عبر رميات وضربات مركزة يميز تماما بين تواجد المدنيين والمسلحين داخل تلك الأحياء الشرقية الضربات أتت بكل قوة باتجاه معاقل الإرهابيين وهذه المنطقة أيضا تمتاز بأهمية استراتيجية كونها تدخل في عمق الإرهابيين وتفصل فيما أوصى لهم داخل الأحياء الشرقية تعزل منطقة صلاح الدين وامكدادا إلى العامرية والمشهد من جهة وتعزل بين منطقة السكري وعدد من المناطق الأخرى من جهة أخرى إذن الجيش يعمل على حرب تفريق المجموعات الإرهابية المسلحة داخل الأحياء الشرقية وعزلها ناريا ومن ثم السيطرة على مساحات جغرافية داخل هذه الأحياء الشرقية هذا فيما يخص الأحياء الشرقية أما إذا ما تحدثنا عن المحور الآخر الذي يعمل عليها جيش العربي السوري بكل قوة هو شمال الشرق من مدينة حلب والسيطرة على مساحة هي حوالي 120 كيلو متر مربع مساحة كبيرة جدا الجيش العربي السوري اتبع كافة الخطط باتجاه هذه النقاط طبعا بمؤذرة الحلفاء والقوات الرديفة كان لهم دور بالدخول والسيطرة على العدد من القرى من تل إشعير ووصولا إلى قرى حليصة وعدد من النقاط الأخرى كنا اليوم بجولة عبر تقرير مفصل للإخبارية السورية ورصدنا واقع مساحة كبيرة من شمال الشرق لمدينة حلب باتجاه مدينة الباب الغاية من هذه العمليات هي بالمرحلة الأولى التصدي للعدوان أو التصدي للغزو القوات التركية باتجاه الأراضي السورية وإيقافهم عند حدودهم من قبل قوات الجيش العربي السوري أيضا الأهمية الأكبر من ذلك إيصال قواتنا قوات المسلحة باتجاه مدينة الباب وتلك أيضا المدينة هي باتت على مشاركها قواتنا اليوم الجيش بدأ عبر جبهاته وصلنا على نقاط صراحة سنة تفصل بيننا وبين عناصر تنظيم داعش الإرهابي 2 كيلو متر هم متمركزون في قرية أم عمد ونحن وصلنا إلى قرية جابة هذه القرية تمتاز أيضا بأهمية لدخول قوات الجيش العربي السوري والقواء الحليفة في عمق المسلحين تنظيم داعش الإرهابي والوصول إلى مدينة الباب أيضا إذا ما أطلت عليك قليلا سنة وبلا حديث أكثر في وقت سابق كان هناك دخول للغزو التركي لقوات التركية عبره وسيطر على مساحة حوالي بعمق 30 كيلو متر وفي عرض 60 كيلو متر هذه المساحة التي دخلت من خلال قوات التركية أتت بالتنسيق مع تنظيم داعش الإرهابي أي أن سحب عناصر التنظيم ومن ثم تتواجد البديلا عنها القوات التركية طبعا والفصائل الإرهابية المسلحة التي تقاتل تحت رايتها إذن حرب باتت معروفة لكل الجميع بأن باقي الفصائل المسلحة التي تحارب داخل الأحياء الشرقية هي ذاتها مع تسمياتها صراحة سناء سواء كان على صعيد حركة نور الدين الزنكي جباط النصرة حركة أحرار الشام وغيرها من الفصائل الأخرى هي أيضا تقاتل تحت راية القوات التركية والتي تدعم من خلالهم بشكل مباشر أما القوات أو الفصائل الإرهابية المسلحة التي تقاتل على أطراف مدينة حلب وداخل الأحياء الشرقية من مدينة حلب فكانوا يتلقون الدعم بطريقة غير مباشرة من قبل الجانب التركي وأن الجيش عندما قام بفتح عملية الشمال الشرق من مدينة حلب باتجاه مدينة الباب الغاية من هذا الموضوع من هذه العملية هي إيقاف وتصدي للغازة التركية باتجاه الأراضي السورية أشكرك جزيلا شكر وليد هنائي مراسل إخبارية سورية في حلب سوف نكون معكم فور ورود أي جديد شكرا لك